الرحمن الرحيم أعزائي طلال مطالبات الصف الثاني الثانوي مع لقاء متجدد ومادة جغرافية التنمية إن شاء الله طبعاً إحنا بداية من الأسبوع القادم في امتحانات الشهر فإحنا بدأنا من دلوقتي نعمل لكم حلقة مراجعة هنحاول نضع بعض الأسئلة المقالية والاختياري كمراجعة على مقرر اللي هنمتحن فيه في شهر نوفمبر معكم مستر أحمد محمود السيد ومعاي على الشات برضو مستر محمود فتحي المجاور نبدأ مع بعض كده طبعاً هنبدأ الدروس التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية وهنراجع برضو على درس البيئة نظامها ومواردها والدرس الأخير طبعاً الموارد المائية وأساليب إدارتها دون الثلاث دروس اللي إن شاء الله داخلين معنا في مراجعة شهر نوفمبر فاتفضلنا إن شاء الله في شهر ديسمبر آخر درس اللي هو الموارد المعدنية وأساليب إدارتها يعني تقريباً احنا كده بنراجع في شهر نوفمبر على نص المنهج تقريباً يعني نبدأ بأول سؤال نخلي بالنا من السؤال ده أذكر بعض من استخدامات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعارة عن بعض في إدارة الموارد المائية أنا عايزة هنا تقول لي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية بس نخلي بالنا من حاجته إننا أنا بتكلم على جزء في الدرس الثاني في الوحدة الأول احنا تكلمنا فيها على استخدامات التقنيات الحديثة في الموارد المائية الموارد المائية في الاستكشاف في الزراعة وتكلمنا برضو في الدرس اللي فات الموارد المائية وسليب إدارتها لاتكلمنا برضو على دور التقنيات الحديثة المياه المالحة والمياه العزبة وتكلمنا برضو في البيئة أنظمها ومواردها عن المياه يبقى أنا هنا سؤال زي ده بيشمل لي التلات دروس تمام؟ فعايز دقة بقى يعني عشان ما تهشي في التلات دروس ايه الكلام اللي أنا قدر أقوله يكون إجابة صحيحة تمام؟ ده سؤال شامل تلات دروس مع بعض طيب نفتكر كده مع بعض بعض الاستخدامات هنقولها أولا التقنيات الحديثة بتساعدني في تحديد كمية الأمطار يعني بتقدر تقولي المناطق دية كميات المطر فيها الكمية السنوية قد إيه؟ مواسم المطر تمام؟ منسوب ارتفاع المياه سواء طبعا في الأنهار أو البحيرات سواء مياه عزبة طبعا أو منسوب ارتفاع المياه في البحار أطوال المجاري المائي وطبعا اتساعها سرعة تضفق المياه فيها درجة الانحضار بتاعة المجرى المائي النهري العمر للزمن المتوقع لو أنا مخزن مياه خلف أي سد من السدود دي كلها عوامل أقدر برضو تساعدني في اتخاذ قرار بناء السدود عن أنسب مكان أبني فيه سد تمام؟ وارتفاع السد ده وحجم المياه اللي هيخزنها لي تمام؟ هل في مخاطر في جيولوجية مثلا هل في أضرار بالنسبة للسد ده على لو تجمعات سكانية مناطق زراعية إيه تاني دراسة مدى تأثير التجمعات السكانية على المياه لأن أي تجمع سكاني دي أثر على المياه على المياه الملحة مثلا ممكن يلوثها على المياه العزبة السطحية على المياه نهر أو بحيرة برضو ممكن يلوثها طيب السحب منها قد إيه برضو لو مياه جوفية التجمعات السكانية دي السحب بتاعها من المياه الجوفية قد إيه هل هو في المعدل المعقول ولا حيأثر على استدامة المورد ده اكتشاف القبر الجوفي ده طبعا خدناه في الدرس الثاني في الوحدة الاولى واماكن تجمع المياه وتقدير الاحتياط ده وحجم المخزوق تماء متحديد طبعا الاشتراطات البيئية لاستخدامه تحديد خراية التربة ورصد حجم الموارد المائية لان طبعا احنا عارفين كل نوع من التربة بيستهلك كميات من المياه مختلفة عن التاني التربة الرملية غير التربة الطينية وبالتالي زي ما احنا مكتوب كده يتم تحديد النمط الزراع هل هو زراع واسعة زراع كسيفة زراع محمية تماء انواع المحاصيل المناسبة لنوع التربة ده تماء دي بعض بعض مفاتيح الاجابة تماء هل فيه اي اضافة امستر محمود من حضرتك نشوف سؤال تاني طبعا ده مرتبط بالدرس الاخير اللي احنا لسه درسينه موارد المياه واساليب ادارته تكلمنا فيها على موارد المياه في الوطن العربي وقلنا ان الوطن العربي لديه ازمة حقيقية في المياه لكن طبعا ده كان على المجمل عندنا نص بيقول ولم تتجاوز حصة الفرض من المياه المتجددة عام 2017 حد الندرة المائية سوى في اربع بلدان عربية بس في اربع بلدان عربية هما اللي لسه معدل الندرة ما وصلوا لوش العراق الصومال موريتانيا جزر القمور فيما كانت دون حد الندرة المطلقة للمياه 13 بلد عربي هي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي طبعا السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين عمان دي طبعا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ننضيف عليهم اليمن يبايزا شبه الجزيرة العربية كلها بالأردو بفلسطين طيب في الجناح الافريقي عندنا جيبوتي جزائر ليبيا تونس وتراوحة ما بين 500 لألف في خمس بلدان هي لبناء سوريا مصر السوداء المغرق ويتوقع طبعا أن يؤدي التغير المناخي والنمو السكاني والعامل الأخرى المذكورة آنفا إلى انخفاض حصة الفرض من المياه المتجددة بحوالي 20% بحلول عام 2030 يعني الدولة اللي حد حصة الفرض فيها ألف متر مكعب سنوية يتوقع أن في 2030 يعني كلها سبع سنين هوت هتقل لي 20% هيتبطبها 800 متر مكعب في السنة ده طبعا النتيجة للعامل اللي احنا قلنا عليها طيب ايه المطلوب بقى بعد قراءة النص أجيب حدد العامل الطبيعية في تجاوز أربع بلدان عربية لحد الندرة المائية يعني ليه الأربع دول عربية دولات العراق الصومال موريتانيا جزر القمقر لسه ما وصلتش لحد الندرة المائية طيب احنا لو بصنا طب بقية الدول هي وصلت لحد الندرة لإيه عندنا عامل اهو طبيعي وبشري اللي هو التغير المناخي والنمو السكاني بدولة العاملين الأساسيين حتى احنا لما تكلمنا عنه قلنا ان دولات طبعا هم العامل المؤسرة في أزمة المياه في الوطن العربي يبايزا للأربع دول دولات عدد السكان فيهم قليل فبالتالي ما وصلوش لحد الندر دي حاج تاني حاج التغير المناخي مش مؤسر برضو يعني احنا عندنا مثلا دولة زي جزر القمر هي دولة أصلا زي ما احنا عارفين عند خط الاستواء دائرة عرض 12 جنوب خط الاستواء وهي جزيرة وساحتها صغيرة تمام فبالتالي معدل الأمطار عندها معقول دولة زي برضو الصومال معدلات الأمطار في جنوب الصومال ووجود نهر جوبا وشبيلي تمام ده طبعا موفر لهم بعض المياه العراق رغم ان احنا طبعا بنسمع كثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي طبعا عن الأزمة التي بتتعرض لها لكن طبعا احنا كنا بنتكلم على سنة 2017 قبل طبعا الأزمة بتاعت انخفاض من سوب المياه في أنهار العراق يبقى اذا العامل الأساسي هو ان الدول ديت في مناطق غزيرة المطار زي جزر القمر الصومال برضو شمال العراق فيه أمطار كويسة موريتانيا برضو فيها جنوبها أمطار كويسة لكن العامل الأساسي ان الدول ديت برضو عادت سكانها أليئ وفيها أنهار أو أمطار طيب نشوف سؤال تاني يسبب ورد النيل العديد من الخسائر والأضرار طبعا احنا درسنا المشكلة دية في درس التقنيات الحديثة ويتمثل أفضل الحلول لو أنا بقى بقترح أفضل حل لمشكلة ورد النيل أو الحشعش المائي هل إن أنا إقامة مشروعات ضبط للمياه ولا استغلاله كعلف للحيوانات ولا المكافحة البيولوجية ولا المكافحة الكيميائية يعني إحنا جايب لك برضو اغتيارات من الثلاث دروس يعني قامت مشروعات ضبط المياه ده طبعا من الدرس الأخي درس الموارد المائي استغلاله كعلف الأحيوان ومكافحة البيولوجية ومكافحة الكيميائية ده طبعا من درس البيئة نظامها وموارد. والمشكلة احنا جابينا من درس التقنيات الحديثة. يعني برضو سؤال مجمع لنا التلات دروس مع بعض. وبيقيس مدى فهمنا للتلاتة. وارد النيل او الحشائش المائية عمومة. بتسبب خسائر. احنا عارفين طبعا ان وارد النيل بيعيق الملاحة النهرية. او الحشائش برضو. زي المنطقة بتاعت السدود النباتية في اعالي النيل. بيعيق الملاحة النهرية. بيسبب اهضار كميات ضخمة من المياه. بسبب لي مشاكل كتير. طيب لو انا باقترح حل له. اقامة مشروعات طبط المياه. ولا استغلاله كعرف للحيوانات. ولا المكافحة البيولوجية. ولا المكافحة الكيميائية. واندقى في اختيار الاجابة. لان طبعا كل اجابة في يعني يعتبر الاربعة حلول. لكن احنا عايزين افضل الحلول. ونركز في الحتة دي يا جماعة. ان احنا هنا مش عايزين الحل بس. احنا عايزين افضل الحلول. طبعا الاجابة هتكون المكافحة البيولوجية. لان احنا نجيب كائن او حشرة مثلا او حيوان او حاجة بتتغزى على ورد النيل. بيكون بدون ما يكون لها اي اثار جانبية تانية على البيئة. طب ليه ما ينفعش اقامة مشروعات ضبط المياه؟ لان مشروعات ضبط المياه مش هتأثر على ورد النيل في حاجة. السدود القناطر بالعكس. طيب استغلاله كعالف الحيوانات ايه الطريقة كويسة بس في نفس الوقت انا اصلا مش عايزه. لان استهلاكه للمية عالي. قيمته الغذائية معدومة. يعني مجرد حاجة تملى بطن الحيوانات بس انه ما كعالف للتسمين او غيره لا. مالوش قيمة غذائية عالية. المكافحة الكيميائية طبعا هتعمل لي اصار جانبية طبعا هتلوس لي مصادر المياه. هتلوس لي النهر. فطبعا ما ينفعش التلات حلول دولة. الحل الانسب هو طبعا المكافحة البيولوجية. ما النتائج المترتبة على استخدام اساليب الراي التقليدية في الزراعة؟ نقدر ان احنا من خلال برضو دراستنا للدرس الاخير. اساليب ادارة المعارض المائية العزبة خصوصا يعني. اقدر اقول ان استخدام اساليب الراي التقليدية تمام? ده طبعا بيتناقض مع تقليل المياه والاستدامة. لان اساليب الراي التقليدية مثلا زي الراي بالغمر اللي احنا بيتبع في معظم الاراضي هنا في مصر للأسف. تمام? بيهدر كميات كبيرة من المياه. تمام? وبيحتاج طبعا لمصارف. اه وبتسبب في ارتفاع نسبة الملوحة. بيتسبب في تلويس المياه طبعا اذا كان بيستخدم معا مبيدات حشرية واسمدة كميائية بكميات برضو فيها افراط. بالنتاج المترتبة على استخدام اساليب الراي التقليدية. طبعا عدم تحقيق الاستدامة اهدار كميات ضخمة من المياه. آآ وبالتالي عدم تحقيق الادارة السليمة لموارد المياه. سؤال برضو ضمن السؤال الدرس الاول في الوحدة التانية. يدخل الكربون والاكسوجي ضمن عمليتين حيويتين رئيسيتين. طبعا احنا اتكلمنا على مدخلات ومخرجات النظام البيئي. هل الكربون والاكسوجي بيدخلوا ضمن تكوين الفحم والبناء الضوئي؟ ولا البناء الضوئي والتنفس طبعا ليه العسان والحيواء؟ ولا احتراق الوقود واحتراق الغابات؟ ولا الموت والتحلل للكائنات الحية؟ الكربون والاكسوجي طبعا من غازات الغلاف الغازي. غلاف الجو والارض. طبعا بالاضافة للنيتروجين وبخار الماء. هما بيدخلوا طبعا ضمن عمليتين حيويتين طبعا في النظام البيئي. هل عمليتين دولة تكوين الفحم والبناء الضوئي؟ ولا البناء الضوئي والتنفس؟ ولا احتراق الوقود واحتراق الغابات؟ ولا الموت والتحلل. طبعا احنا هنا محتاجين طبعا طالب فاهم يعني احنا ليه اصلا شرحنا مدخلات ومخرجات النظام البيئي؟ وفاهم المدلول بتاع ازاي تم دخول اشعة الشمس وازاي تم خروجها الانسان النبات الحيوان. كل ده طبعا. التربة. هنعرف طبعا من خلالهم ان الكربون طبعا عامل اساسي من تكوين الفحم. البناء الضوئي طبعا بيعتمد على برضو الكربون والاكسوجين. تماء. يبقى الاختيار طبعا الاول هو تكوين الفحم والبناء الضوئي. هما الاختيار السليم. هنالش يا مستر هنا عندنا جوابة السؤال السابق طبعا يعني قالت انخفاض كمية المياه المطلوبة. فطبعا انا وضحت لها عشات ان الرايه التقليدي. العكس. اه بيحتاج العكس تماما. فما علش ممكن حضرها بتوضح حالها تاني يعني. تمام. نتكلم طبعا عن الرايه التقليدي اللي هي ده يضخها بماكنة الرايه في الارض بتاعته. طبعا زي ما بيقولوا يعني بيسيبها بقى بالسعتين تلاتة باليوم لغاية لما الفدان او قطعة الارض بتاعته كلها تغمر بالمياه. وبعد كده بيبقى فيه صرف بقى للمياه الزائدة عن الحاجة. ده طبعا راية تقليدي. انت بتعتمد عن ان انت تطلق المياه. وتهضر كميات كبيرة من المياه. تمام. والزيادة يرجع تاني للصرف. انما طبعا السليب الحديثة الرايب الراش او الرايب التنقيط. ده طبعا بيستخدم على قدر الحاجة تقريبا. يعني ما بيهدرش كميات من المياه. وفي نفس الوقت اهضر كميات كبيرة من المياه في الرايب الغمر بيزود نسبة اه تملح التربة. زي ما احنا اخد طبعا في الترمي التاني في مشكلات اه الزراعة طبعا. في اي اضافة مستقر. لا يا مستر اتفضل. طيب هنا برضو سؤال. بيحتاج برضو طالب فاهي. يعني لازم طبعا نتعود على ان المقالي برضو مش دايما بيكون مباشر. انما بيعتمد على طالب فاهي. احنا طبعا درسنا مفهوم الامن المائي. وهو يتشافى برضو مع مفهوم الامن الغذائي ان انا اوفر الغذائي كما وكيفا لأفراد او للسكان. مع ضمان طبعا ايه? الكام وكيف الاجيال القادم. فبنقول هنا ان الامن المائي عادت يحسن الامن الغذائي. يعني وجود الماء عندك بكمية نوعية ملأمة بيحسن عندك الامن الغذائي او بيحقق لك الامن الغذائي. تمام? والعكس ليس صحيحا. يعني في دول كتير الامن المائي عندهم ما فيش عندهم مياه كتير تمام? او غير مستدامة او غير موجودة بكميات كبيرة. لكن مع ذلك الدول ديت محقق الامن الغذائي لنفسها. طبعا لما اشرح هذه العبارة فابقول ان الدول طبعا التي لديها مصادر مياه كافية بتقدر انها تؤمن احتاجاتها من الغذائي. لان موجود الماء شرط من شروط الزراعة. تمام? موجود الماء طبعا مش برضو للزراعة. ده موجود للصناعة. موجود للاستزراع السمكي. تمام? صار وقت كتير ممكن غذائية انتجها من الماء. وتوافر الماء عامل اساسي فيها. تمام? والتالي ده بيحقق الا من الغذائي. بينما هو مش شرط في دول برضو الامن المائي عندها. غير متحقق لكن نجحة في استغلال الموارد المائية عندها بكفاءة تحقق لها الامن الغذائي. تمام? بمعنى احنا فهمنا السؤال هنا وقدرنا نشرح العبارة. في اي اضافة من عند حضرتك مستر محمود? اه مستر احمد. هنا في الامن المائي طبعا زي ما مستر احمد وضح يحسن الامن الغذائي لانها هيوفر لكمية مياه. بس بالشرط برضو الادارة الجيدة. يعني احنا لو تفتكروا كنا اتفقنا على مقولة ان ازمة المياه العزبة مش في كمياتها بقدر ما هي في الادارة بتاعتها. انه يكمن حلها يعني في الادارة. يبقى هنا الامن المائي هيحسن الامن الغذائي. وفعلا لانه هيوفر لي كميات من المياه. بس ده يتطلب مني ده ما قلنا بقى الادارة الجيدة للمورد المياه اللي عندي. بحيس ان انا ما اهدروش في يعني حاجات مش مطلوبة. وبالتالي برضو ممكن الامن الماء هنا مش هيحقق لي اللي انا عايزه من الامن الغذائي. يبقى هنا بس يعني عايزين نضيف نقطة وفقا لادارة مورد جيد يعني. تماما مستوى. ماشى فضل محتاجين هنا طبعا اه طالب بقى يكون فاهي. اه يختلف الارادة النهري لرافض نهر النيل طبعا كل رافض اه كمية الارادة المائي هي كمية المياه طبعا اللي بتجري في الرافض ده على مطار العاء. طيب من خلال الشكل الاتي للارادة المائي واحنا عندنا طبعا خريطة لرافض نهر النيل في الكتاب المدرسي ومسمها كتعرضتها طبعا الحصة اللي فاتت ووضحت فيها اه كميات المياه وكميات المفقودة من كل رافض تعريبة. طيب عايزين بقى من خلال ان احنا نشوف الاشكال الدوار الاربعة دولار. اهنا فيهم بيمثل الارادة المائي لبحر الجبل. هل الارادة المائي لبحر الجبل. احنا طبعا مقسمين الشكل لتلات حاجات. اراد مما سبقها. يعني لما شوف اللون ده الازرع ده اعرف ان ده رافض جاتلو معي. تمام? متصل ببحيرة متصل بجبل بامطار. تمام? اما المطر هو اللي بيسكت طبعا على طول المجرى بتاع النهر. اخر حاجة الفاقد بالتبخر او التصرف. عندنا هنا اول دايرة. اراد المطر مية واربعتاشر. مليار متر مكعب طبعا. فقد منهم تلاتة وتسعين. طبعا الشكل مقسم لجزئين بس. دليل عن ان مفيش حاجة بتصب في الايه? في الحاجة اه في الماء الرافض ده. طيب. تاني شكل. اراد مما سبق. يبا ازا ده ممكن يكون بحر الجبل. لان طبعا بحر الجبل بتنصرف اليه مياه. هضبط البحيرات. هل بيدخل له واحد وعشرين ونصف مليار? وبيضاف اليهم عشرة مليار امطار? وبيفقد منه سبعة ستة من عشرة مليار? ولا الشكل اللي بعده تلاتة وعشرين وتمانية من عشرة مليار اراد مما سبقها. وايه? ستة واثنين من عشرة دي امطار. ويفقد خمستاشر. مليار. او الشكل الرابع. وده برضه مختلف زي الشكل الاولاني. هنا مفيش غير اراد ما سبقها. وفاقد. اراد ما سبقها هنا اتناشر. والفاقد اتناشر. طبعا نركز. عندنا تلات دوايق. اتقى اربع دوايق. وعندنا تلات مدلولات للالوان. وعندنا برضه ارقام تساعدنا. هل مية واربعتاشر وتلاتة وتسعيق? ولا واحد وعشرين ونصف وعشرة? سبعة ستة من عشرة. هنا تلاتة وعشرين وتمانية من عشرة. ستة واثنين من عشرة. خمستاشر. هنا اتناشر واثناشر. طبعا محتاجين طالب يكون مركز جدا. فده بحر الجبل بيتصل طبعا ببحر العرب بقى في الشمال وبحر الغزال. آآ فده كده اسمه بحر الجبل. يبدأ من البرت وانت باتجاه كده شمالة ناشا يا جماعة. وبنقول بقى بيعدي على بعض المدن يعني بعد ما بيخرج من البرت. فبيعدي على آآ نيمولي. ودي في جنوب السودان. وتوصل كمية المية هناك الى ما اقرب من ستة وعشرين. لحد ما بينتهي عند مدينة الملكال تلاتين مليار. لكن طبعا بيقول لنا ان هو بيفقد. بحاول كده نفسر بعض المعلومات يا مستر بتساعدهم شوية. لكن بيفقد طبعا نص المائية بتاعته بسبب وجود السدود النباتية. فبيفقد نص المائية. يعني ممكن نقرب الدنيا بقى شوية. ان في التصريف اللي خارج من البرت تلاتة وعشرين وتمانية من عشرة. بعد كده بتبدأ كمياته المية تزيد. بعد كده بيرجع يقول بتوصل لتلاتين. بعد كده يفقد نص المائية. فممكن لو انتم مركزين معنا كده في الكلمتين اللي بقولهم. هنوصل ان شاء الله للشكل والاجابة الصحية. طيب احنا مستر محمود ساعدكو يعني. طبعا. طبعا. لان طبعا زي مستر محمود اه. دي تلاتة وعشرين وتمانية من عشرة. لو ضفنا عليهم ستة واثنين من عشرة. يبقى كده تلاتين مليار. ويفقد النص اللي هو خمستاشر مليار. طيب سؤال برضو من درس البيئة نظامها ومورد. ماذا يحدث لو? ظلت البيئة تؤثر وتتحكم في سلوك الانسان الاقتصادي. او في سلوك الانسان عمتا يعني. بس احنا هنا بنحدد السلوك الايه? الاقتصادي يعني. والنظرية الحتمية والامكانية والتوافقي. نفكرهم بالاربع مراحل? ولا نفكرهم بالنظريات? طبعا ده سؤال بيتضمن الاتنين مع بعض يعني. محتاج طالب برضو يربط ما بين الجزئتين دولة ويستخلص هو الاجابة. وطبعا الانماط دي من الاسئلة ما بتباش لها اجابة يعني محددة. انما طبعا بتعتمد على مدى قدرة الطالب على استخلاص النتائج وابداع اجابات من عنده. تمام? اكتر منها ان هو يبحث في الكتاب ويطلع اجابة يعني. احنا طبعا اه عارفين الانسان في وفقا للنظرية الحتمية كان عبدا للبيئة. تتحكم فيه. تتحكم في نشاطه اقتصادي. تتحكم في نمط معيشته. تمام? وبرضو في المرحلة الاولى للانسان هو برضو كان تغييره للبيئة محدود جدا. تمام? يبقى لو ظلت البيئة هي اللي تؤثر وتتحكم والانسان لا يؤثر. يبازا هيظل الانسان عبدا للبيئة. تمام? خاضعا لحتميتها. لن يستطيع احداث اي تطور اقتصادي. مش هيقدر يعمل الزراعة المحمية. مش هيقدر يطور في وسائل النقل والمواصلات. يطور في اساليب حياته. تمام? يبقى نقدر نقول هنا حاجات كتير. ما كانش هيقدر يسيطر على الانهار. ما كانش هيقدر يستخدم قوى البخار والبترول البترول والفحم. هقاطع حضرتك بقى هنا كمان. هناخد الناحية الإيجابية بقى. مش هيحدث تلوث للبيئة. مش هيحدث تغير مناخي. مش هيحصل استنزاف للموارد. يعني ممكن بقى نشوف الاسر السلبي للانسان. عملوا في البيئة ونعكسوا. تمام. وظلت البيئة هي اللي بتتحكم. يبقى ممكن بعض السلبيات اللي ظهرت نتيجة الصورة الصناعية. بعض السلبيات اللي ظهرت في السنوات الأخيرة نتيجة التقدم التكنولوجي. ممكن نقول يعني الانسان مش هيبقى له دور في الخلل بتاع التوازن البيئي. او دور في التغير المناخي اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام. نعم شامس. برضو سؤال يعني مرتبط جدا يعني بالسؤال اللي احنا لسه ايلينه. ما رأيك فيه الصورة الصناعية سلاح زوحد دي. او التقدم الصناعي لوجهين نقي دي. او وجهان لعملة واحدة يعني. النمط ده برضو مطلوب منك هنا تقول ايجابيات وتقول سلبيات. طبعا ايجابيات الصورة الصناعية طبعا هي ظهرت في اوروبا واعتمدت على استخدام القوى المحركة زي البترول والفحم في البداية طبعا هو الاساس للصورة الصناعية وبعد كده البترول وغيره. الغرض منها هي احلال الالة محل الانسان. وبالتالي حدوث صورة صناعية زي ما بيقولوا بدل ما كنا بنعتمد على العمل اليدوي فيقعد العامل مثلا اه شهر عشان يعمل سجادة او عشان يخيط بدلة او عشان يعمل لا المكن بيقدر انه يعمل الحاجة ديت باسرع وبكمية اضخأ وبالتالي زاد اه الطلب على المواد الخاء اه وبدأت حركة طبعا الاستعمار الاوروبي وغيره. لكن احنا هنا في المنحك هنتكلم على الصورة الصناعية كا اه مرحلة من مراحل تطور علاقة الانسان بالبيئة. فزي ما مستر محمود قال هي طبعا لها اثر سلبي اللي هو احداث تلوس للبيئة نتيجة الاستنزاف المفرط للمعادئ للفحم للبترول تماما اه ده اثر سلبي والتالي ده اللي وصلنا دلوقتي للاحتباس الحراري والتغير المناخي وغيره. ولها برضو اثر ايجابي هو زيادة سيطرة الانسان على البيئة. اه ايجاد اه سهولة في الانتقال والمواصلات سهولة في النقل. اه ضخامة في حركة التبادل التجاري ما بين دول العالم. بازا الصورة الصناعية كان لها اثر ايجابي ان هي سدت احتاجات كتير للبشر زادت من سيطرتهم على البيئة. قللت من الحتمية الجغرافية دولة زي اليابان بعد ما كانت على اطراف العالم. اصبحت مع تقدم وسائل النقل والمواصلات. اه تقدر ان هي بقت قريبة. العالم بقى قرية واحدة من الاخر يعني. طبعا بعد الصورة كمان المعلوماتية. اه الاصر السلبي طبعا زي ما قلت التغيرات والتلوث في البيئة والتغيرات المناخية. يبقى اذا هنا طبعا اقدر ايه اقول اوافق على العبارة وأقول للأثر السلبي والأثر الإيجابي طيب بما تفسر اختلاف استخدامات الموارد الطبيعية على مرة العصور التاريخية طبعا خدنا تصنيف الموارد برضو في درس البيئة نظامها وموارد وخدنا في تصنيف حسب التجدد حسب الطبيعة حسب الندرة طبعا والانتشار طيب هل اختلفت استخدامات الموارد الطبيعية طبعا على مرة العصور طبعا اختلفت طيب ليه ليه اختلفت استخدامات الموارد الطبيعية على مرة العصور هنا هنقول طبعا اختلفت استخدامات الموارد الطبيعية على حسب التطور والحضار الإنسان الإنسان الأول بدأ كان بيستخدم الحجارة والنار بعد كده مثل الأخشاب بعد كده احنا وصلنا للفحم والبترول والطاقة النووية وغيره فطبعا ده كان على حسب المرحلة الحضارية والتطور الإنساء وقيمة المورد طبعا اللي بتختلف من في وقت من الأوقات بتكون فيها نضرة بعد كده بيكون فيها وفرة والعكس برضو بيكون في وفرة وبعدين يتحول إلى النضرة إبقى طبعا اختلفت الاستخدامات على حسب التطور الحضاري للإنسان واختلاف علاقته طبعا بالبيئة كعلاقة تأثير وتأثير طبعا يعني هنكتفي بهذا القدر طبعا النهاردة ربنا يوفقك جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته